موسيقى يعني هذا اليوم كان افتتاح بعد انقطاع طويل عن المؤتمرات العلمية صح ان الحضور محدود ولكن هي بداية خير وان شاء الله مؤشر على زوال الظروف الصعبة اللي عشناها خلال هذا العام المنصر فيما يتعلق بالاثار المترتبة على الجائحة هذا المؤتمر اليوم مؤتمر نوعي مهم لانه يتناول الكيمياء باقسامها المتعددة هناك سبعة محاور في هذا المؤتمر بمعنى ان ميزة هذا المؤتمر انه حاول ان يغطي كل جوانب الكيمياء واستقطب لاجل ذلك عدد من الاساتذة المرموقين في مجال الكيمياء والمعروفين في مجال الكيمياء وايضا لم يتوقف عند هذا الحد بل كانت هناك استذكار واحتفاء بالاساتذة الذين قدموا حياتهم والجزء الكبير من عطاهم العلمي في كلية العلوم وقسم الكيمياء وايضا كما نشاهد الان هناك معرض للنتاجات او الاختراعات العلمية لأساتذة اسم الكيمياء وهذا في تقديري يعطي عنوان لهذا المؤتمر انه مؤتمر بالاضافة لكونه مؤتمر نوعي فهو مؤتمر شامل بفضل الله تعالى وبرعاية كريمة لدن السيد رئيس جامعة المستنصرية أستاذ دفتر حميد فاضل التميمي عقد هذا اليوم المؤتمر الدولي للكيمياء وتحت شعار الكيمياء لغة العالم بمشاركة 73 بحث لباحثين من دول عالمية جامعات عالمية وجامعات عربية وجامعات عراقية بمشاركة عدد كبير من الباحثين تمنياتنا جميع الباحثين مشاركين بالموفقية والنجاح الحمد لله وفقنا الله اليوم في انهاء الجلسة الافتتاحية للمؤتمر ولمسنا اهتمام كبير من الحضور وان شاء الله عدنا الخطوة الثانية بعد تقريبا ساعة من الآن تبدي عدنا ان شاء الله الكينوت سبيكر من دولة ايرلندا ايضا موضوع شيق فاحنا ندعو جميع ان شاء الله لحضور هذه المحاضرات المهمة صلاحة عدنا سبع محاضرين من دول الخارج ايرلندا، الصين، بريطانيا وايضا المانيا فكل محاضراتهم مفيدة ومهمة جدا ندعو الجميع ان شاء الله للحضور المميز في هذا المؤتمر لانجاحها اشتركوا في القناة